متابعين قناة قانون الجذب شكرا على مشاهدة الفيديو لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناة قانون الجذب هاي بونجور معكم مجد من قناة قانون الجذب مع مجد رجعنا لكم بدرس جديد وشرح جديد الا وهو علاج التوتر وتقنية التحرر العاطفي عبر النقر برؤوس الاصابع تقنية اديمة هي بس ممكن في كتير اشخاص اول مرة بيسمعوا بهيدي التقنية وبنصح الجميع انه يطبقها وشاركنا تجاربه ايضا بهيدي التقنية اعزائي متابعيني الاعزاء متابعين قناة قانون الجذب مع مجد بداية قبل ان اتدي هيدا الدرس وهيدا الشرح بتمنى منكن اذا ما كنتم اشتركين بالقناة اشتركوا هلا وايضا ما تنسوا تفعيل زر الجرس تيوصلكم اشعار بدروسنا وشروحاتنا بشكل يومي ودوري كمانا واكيد الاعجاب بالفيديو والضغط على زر اعجبني هيدا اكبر دعم بتقدمونا اياه لالي وللقناة وايضا بساهموا بنمو القناة وانتشارها على اوسع نطاق مارسي كتير للكون سوريا على المكدمة الطويلة هنبتدي معكم الدرس مثل ما ذكرنا وقريته بعنوان الدرس تقنية التحرر العاطفي عبر النقر برؤوس الاصابع يعتبر علاج اضطرابات القلق والاضطرابات ما بعد الصدمة والامراض التي تتسبب بالالم المزمن من اصعب التحديات التي تواجه الاطباء والتي تسبب معاناة كبيرة للمرضى لذلك يسعى الباحثون والخبراء باستمرار لاجاد علاجات بديلة فعالة لهذه الاضطرابات والالام ومنها تقنية التحرر العاطفي عبر النقر باختصار EFT او ما يسمى العلاج النفسي بالضغط الابري اذا ما هي تقنية التحرر العاطفي عبر النقر هو علاج بديل يستخدم للتخلص من الام الجسدية والاضطرابات العاطفية يتم استخدام هذه التقنية عبر النقر على الجسد في نقاط معينة ومحدودة وذلك بهدف تحقيق توازن في طاقة الجسم ومعالجة الالام وقد ابتكرت هذه الطريقة بواسطة غاري غريج والذي يقول ان اضطرابات الطاقة هي السبب وراء كل المشاعر السلبية والالام التي يعاني منها الانسان كيف تعمل تقنية التحرر العاطفي عبر النقر كما ذكرنا يمكن تشبيه هذه التقنية بتقنية العلاج عبر الوخذ بالابر حيث تركز هذه التقنية على النقر على نقاط محددة واستراتيجية في الجسم او نقاط الطاقة كما نذكر سابقا وبذلك بهدف استعادة توازن طاقة الجسم ويعتقد ان استعادة توازن الطاقة بهذا الشكل يمكن ان يخفف من اعراض الناتجة عن المشاعر والتجارب السلبية ايضا وبدلا من الابر المستخدمة في تقنية العلاج عبر الوخذ بالابر يتم استخدام تقنية النقر بالاصابع في نقاط طاقة محددة في تقنية التحرر العاطفي عبر النقر طبعا ويقوم انصار هذه التقنية ويقولون بان النقر برؤوس الاصابع فوق هذه النقاط يساعد على الوصول الى طاقة الجسم وارسال رئشارات ايضا وزبزبات الى مناطق الدماغ المسؤولة المسؤولة عن التحكم بالتوتر والمشاعر والاعصاب سوف نذكر لكم ما هي تقنيات وخطوات وطريقة تطبيق تقنية التحرر العاطفي عبر النقر وقبل البدء والخوض بالتفاصيل الباقية نعلمكم متابعين الاعزاء متابعين قناة قانون الجذب تم حديثا التعاون بيننا وبين الجامعة البريطانية في لندن لانشاء توكيدات اصلية وهي موجهة ومبرمجة ايجابية تستطيع استهداف كافة المشاكل المستعصية التي يعاني منها اي شخص وهي توكيدات زاد فعالية قوية جدا جدا ونتائج ايضا ملموسة يمكنكم تطبيق هذه التوكيدة خلال فترة واحد وعشرون يوم ومن بعدها سوف تحصلون على النتائج المرغوبة واصبحت هذه التوكيدات متوافرة لدينا وطبعا كما ذكرت هي توجيهات خاصة وموجهة اي تأتي من بعد دراسة وتحليل وعميق ايضا لشخصية الانسان والحالة او المشكلة التي يعاني منها هذا الشخص وبناء على هذه المعطيات وهذه الاحداث نقوم بدمج الترددات والزبزبات المناسبة والمتوافقة مع ترددات وزبزبات العقل الباطني ندمجها بداخل هذه التوكيدات الايجابية وهنا يكمن مدى قوة هذه التوكيدات وفعاليتها ايضا يمكنكم الان حجز توكيدتكم الخاصة باي مشكلة تواجهوها بحياتكم عبر التواصل معنا بشكل خاص وايضا من بين هذه التوكيدات الا وهي هناك توكيدات زاد فعالية قوية جدا للتحرر العاطفي وايضا يمكنكم تجريب تقنية النقر هذه نعود الى الدرس وصلب الموضوع ما هي خطوات تقنية التحرر العاطفي عبر النقر يمكن تقسيم خطوات اجراء هذه التقنية الى خمس خطوات اساسية وهي كالتالي سوف نذكرها الطريقة الاولى او البداية الاولى تحديد المشكلة فحتى تكون التقنية فعالة يجب اولا تحديد المشكلة التي تسبب لك القلق وستكون هذه القضية هي النقطة المحورية التي ترتكز عليها بينما تتم عملية النقر وايضا يفضل التركيز على مشكلة واحدة في كل مرة اذا كنت تعاني من اكثر من مشكلة ثانيا تقييم شدة المشكلة من البداية بعد تحديد المشكلة يجب عليك تحديد شدتها وتقييمها على درجات على مقياس فلنفترض من صفر الى عشر درجات حيث يعبر الرقم عشرة عن اسوأ درجة ممكنة ويساعدك هذا الامر على تقييم فعالية العلاج فاذا كانت درجة مشكلتك هي عشرة قبل بداية العلاج واصبحت خمسة درجات بعد انتهاء العلاج فهذا يعني انك قد تحسنت بنسبة خمسون بالمئة ثالثا الاعداد فقبل بداية عملية النقر يجب عليك بناء عبارة توضح ما تحاول توجيه العلاج نحوه ويجب ان نركز على هذه العبارة على معرفة المشكلة وايضا تقبل نفسك بغض النظر عنها مثل ان تقول على الرغم من امتلاكي للمشكلة الفلانية انا اتقبل نفسي بشكل كامل رابعا تتابع عملية النقر يتم تنفيذ تقنية التحرر العاطفي عبر النقر ببعض الخطوات ومن خلال النقر المنهجي والممنهج على تسعة نقاط استراتيجية في الجسم مع تكرار العبارة التالية التي قمت ببنائها في الخطوة السابقة خامسا تقييم شدة المشكلة في نهاية العلاج فبعد نهاية عملية النقر وفق قواعد واصول محددة عليك ان تعيد تقييم شدة المشكلة التي تعاني منها سواء كانت قلقا او ألما جسديا وان تحدد درجتها على المقياس ذاته اي من صفر الى عشرة ومن ثم قارن نتائجك ايضا قارن نتائجك قبل بدايتك بهذه التقنية وبعد ايضا ممارسة هذه التقنية لتحديد درجة التحسن والفائدة ما هي فعالية تقنية التحرر العاطفي عبر النقر؟ لقد تم استخدام هذه التقنية بشكل فعال في معالجة الاضطرابات التي يعاني منها الجنود في الحروب وايضا في دراسة اجريات في عام 2013 درس الباحثون تأثير تقنية النقر العاطفي عبر النقر على الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وقارنوها مع تأثير العلاج التقليدي وفي غضون شهر واحد فقط انخفض التوتر والقلق بشكل كبير لدى اولئك الذين تلقوا جلسات العلاج بالنقر وايضا نجح نصف المرضى الخاضعين للعلاج في الخروج من دائرة التصنيف ضمن اضطراب ما بعد الصدمة وايضا تؤكد دراسة اخرى اجريات عام 2016 على فعالية العلاج بهذه التقنية في علاج اعراض القلق بالمقارنة مع اساليب العلاج الاخرى ولكن الامر لا يزال الى المزيد من البحث والدراسة لمقارنة فعالية هذه التقنية ايضا بالمقارنة مع تقنية العلاج الادراكي ولهون متابعين الاعزاء متابعين قناة قانون الجذب مع مجد وصلنا لنهاية درسنا هيدا واضعنا ان شاء الله نكون على هيدا التقنية قبل ما اختم عملنا استفتاء واستطلاع للرأي حتلاقوه باسفل فيديو بخانة الوصف بتمنى من جميع شاركنا بالاستفتاء واستطلاع الرأي وحيكون موجود باول تعليق كمانا الا وهو رح نقوم بعمل حلقات بس مباشر كل اسبوع في وقت محدد واستطلاع الرأي واستفتاء الرأي اللي حطيناه باسفل هيدا الفيديو بخانة الوصف اللي حتلاقوه باول تعليق اي يوم واي وقت بتفضلوا انتوا في عمل حلقة البس المباشر بتمنى من جميع يفوت على الرابط الاستطلاع وشاركنا برأيه بهمنا كتير رأيكم ولأي سؤال او نقاش حول موضوع هايدي التقنية فيكن تتواصلوا معنا بشكل خاص او فيكن ايضا تكتبولي من خلال التعليقات ورح نقوم بالرد عليكم باقرب وقت ممكن كان معكم مجد من قناة قانون الجذب مع مجد ميرسي كتير لكم باي باي اشتركوا في القناة